على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصرية الهندية في القاهرة يبحث وفد من المستثمرين الهنود زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ومضاعفة حجم الاستثمار خلال السنوات الخمسة القادمة خاصة في مجال خطوط السكك الحديد العلاقة بين مصر والهند تتسم بالقدم حيث كانت من أولى الدول التي أسست حركة عدمي لانحياز مطلع ستينيات القرن الماضي كما يشكل تعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة ونيو دالهي مكسبا كبيرا للبلدين لما لديهما من ثروات طبيعية وطاقات بشرية تعظم من فرصي الاستثمار المشترك وفي هذا الصياق استقبل مجلس الأعمال المصري الهندي وفدا هندي رفيع المستوى يضم عددا من مسؤول الحكومة الهندية وكبار رجال الأعمال وذلك خلال الزيارة الحالية للوفد إلى مصر كما تعلمين فإن الهند ومصر يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية فهناك استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي في مصر من خلال خمسين شركة توفر خمسة وثلاثين ألف فرصة عمل للمصريين كما أن السوق المصري في حالة جيدة الآن وهناك فرص واعدة لمزيد من التعاون بين الجانبين ويبلغ حجم الاستثمارات الهندية في مصر حوالي ثلاثة مليارات دولار ويسعى الجانب الهندي إلى مضاعفته خلال الخمس سنوات المقبلة هناك وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال يزور مصر بجانب ست شركات جاءت هنا مع غرفة التجارة ولديها استثمارات في مجالات مختلفة مثل الكيمويات والسيارات والنسيج وأجهزة التكييف والتبريد والصناعات الصقيلة بما فيها السكك الحديدية وأخيرا في مجال الآلات خاصة المتعلقة بالطاقة وخلال العام الماضي شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة تقدر نسبتها بعشرة بالمئة بما قيمته أكثر من تسعمائة وستين مليون دولار الهند ومصر يرتبطان بعلاقات قوية في مجال الأعمال وهذه العلاقات تنمو بصورة أكبر في عهد الرئيس السيسي الذي زار الهند في العام الماضي والتقى بالعديد من رجال الأعمال والمستثمرين وشجعنا على المجيء لمصر وضخ مزيد من الاستثمارات كما أن سفير الهند في القاهرة قام بتنظيم هذه الزيارة لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مصر وتمنح الهند ميزة نسبية لمنتجات عدد من الدول الإفريقية حيث تسمح بدخول هذه المنتجات دون تحصيل رسوم جمركية عليها وهو أحد الأهداف الذي يسعى مجلس الأعمال المصري الهندي إلى الوصول إليه قريبا ترجمة نانسي قنقر